ترتيب البيت من الداخل كانت ردود الأفعال شديدة الإيجابية على الألبوم تشهد بأن هذا سيكون أنجح ألبومات كيروكي على الإطلاق جرأة الكلمات والألحان الجديدة والتصوير المتميز للأغاني جعلتها حدثا تنقلته جميع وسائل الإعلام أصبحت أغنية الكيف تلعب في كل مصر من شرقها إلى غربها سواء على التكاتك أو في السيارات الفارهة على طريق مصر الإسكندرية أو في النوادي الليلية وكفهات الساحل والمحافظات كذلك كان لأغنية السكة شمال في شمال نصيب ضخم من النجاح بطابعها الشعبي واحتفى المستمعون بالطابع الطربي لأغنية عم غريب وأثنى الجميع لوائل الفشن الذي كانت هذه الأغنية بمثابة تأكيد لشهرته الجديدة التي بدأت مع تترم سلسل واحد الغروب كذلك أعادت الكيف طارق الشيخ إلى الأضواء مرة أخرى كما فعلت الفرقة من قبل مع عيد الأيوبي أما جمهور كيروكي الأصيل فقد لمسته أغاني نقطة بيضة وهدنة بلعبها على الوتر الحساس للصراع الداخلي للإنسان وبقي تساؤل المستمعين عن ديناصور كيف ستكون وبدى الجمهور مترقبا وسعيدا بوجود مفاجأة أخرى تنتظره الثابت هو أن كل الفئات التي استهدفتها كيروكي بألبومها المتنوع قد حققت كل أهدافها التي وضعت منذ عامين صار الناس يعرفون الفرقة أكثر زادت الرقعة العريضة لجمهور كيروكي بضم فئات لم تكن تستمع إليهم بكثافة من قبل وزاد احترام الفنانين والفرق المنافسة لهم بعد تعميقهم للجانب الفني في أعمالهم وظهور صوت أكثر نجا وتماسكا كما استطاعت الفرقة أن تحافظ على صدقها الفني وعهدها مع الجمهور سرعان ما تصدر الألبوم المختلف التطبيقات في الشرق الأوسط أبل ميوزيك وأنغامي وسبوتيفاي ويوتيوب وبنهاية العام أعلنت دوغل أن أغنية الكيف كانت الأكثر بحثا على المحرك الشهير وعند كسر حاجز المائة مليون مشاهدة في ثلاثة أشهر كانت الفرقة لا تصدق أن ما يحدث حقيقي فهم يعيشون نجاحا يفوق ما تخيلوا فوجئ الشباب بما حدث ولم يتصوروا أبدا أن يكون الأمر بهذا الحجم أتذكر حين قال باسل أن حاجز العشرة ملايين هو أقصى الطموحات كانت نقلة جديدة ولكن بطبعهم القلق والجاد لم يفرحوا بالأمر كثيرا كان عليهم أن يستفيقوا بسرعة من نشوة النجاح تلك وأن يحاولوا استيعابه بسرعة شديدة حتى لا ينجرف وراءه وهو ما ليس بجديد عليهم فقد واجهوا الموقف نفسه ولكن بأضعاف حجمه عند انطلاقتهم الأولى حينما جرفتهم موجة الثورة ردد أمير أنه يفكر بالفعل في الألبوم القادم وبدأ في الكتابة والتوزيع بشكل مبدئي مع نفسه أول أغنية سمعتها حين كان يناقشها أمير وشريف يوم الحادي والثلاثين من يوليو أي بعد عشرين يوما بالضبط من صدور ألبوم نقطة بيضة وأربعة أيام فقط من نزول أغنية ديناصور بينما كان آدم يحسب كيف يمكن أن يتم وضع خطة للحفلات والإعلانات ومراجعة التكاليف والمصاريف والأجور تامر كانت لديه مشكلات عديدة أراد أن يتكلم فيها أما شريف فكان لا يزال يتعافى من المجهود الرهيب الذي بذله في أواخر الأيام قبل نزول الألبوم في السابع والعشرين من يوليو صدرت أغنية الديناصور إذ تم تسريب الأغنية قبل صدورها الرسمي ببضعة أيام إذ بسبب خطأ ما أرسلت الأغنية لشركة الاتصالات مع بقية الأغاني قبل صدور الألبوم رغم أن العمل عليها لم يكن قد انتهى بعد وما هي إلا أيام حتى بدأت تظهر الأغنية على العلن المشكلة أن النسخة المسربة كانت النسخة الكاملة للأغنية وليست المشوشة في خطوة غير مفهومة بالنسبة لي كان الهدف منها هو عدم استفزاز الرقابة أكثر من ذلك حيث اتفق الشباب بعد عودتهم من إنجلترا على وضع فلتر على كبلهات معينة ومن هنا كان القرار بالإسراع بنزول الكليب قبل موعده ومحاولة استبدال الأغنية الأصلية التي تم تسريبها بالنسخة ذات الفلتر حققت الأغنية نجاحا ساحقا قبل نزول الأغنية بأيام شاهدت النسخة المبدئية للفيديو كليب ولم يعجبني بالمرة كنت مصدوما الحقيقة من تكرار مشاهده وفنيته الزائدة لم يعجب أي من أعضاء الفريق به وكان مثار صخط من معظمهم ولكن النسخة النهائية كانت أفضل بعض الشيء وعلمت بعد ذلك أن مشكلة حدثت في التصوير وأن الحل كان عمل تصور مختلف تفاديا لفقدان المزيد من المال والوقت وهو ما شعرت معه الفرقة بأنها قد أصبحت أمام أمر واقع وليس هناك أمامها اختيار آخر كان الكليب بلغة السوق قد خيش بعد التكلفة غير القليلة التي تكلفها ولكن لم يكن أمامهم بديل خاصة بعد التسريد بالغ الجمهور في عمل تحليلات للفيديو ورموزه بعضها صحيح وبعضها مجرد تصورات وأوهام ليس لها أساس من الصحة أو مقصودة ففي النهاية كانت كل العناصر البصرية تجمع ما بين السريالية والعشوائية الشديدة التي تحكي عنها الأغنية والرسائل الضمنية التي تعطي بعدا مختلفا للكلمات عقد اجتماع في اليوم نفسه كان الهدف منه هو مراجعة ما تم ووضع الأمور في نصابها فيما يخص كل الأمور المعلقة بينهم هذه المرة الأولى التي يتحدثون فيها بوضوح شديد مع بعضهم البعض منذ أزمة رمضان بدأ هواري بصفته الشخص الذي يتولى زمام الأمور حتى الآن بالحديث عن الموضوع الدائر الآن في المكتب وهو إيجاد صورة بصرية وثيم محددة للحفلات تريد الفرقة أن تخرج على جمهورها بشكل جديد ومتميز من الناحية البصرية لتحقيق مزيد من الإبهار في الحفلات التي تلي إطلاق الألبوم كان السيناريو المثالي أن يتم ذلك مع أول حفل لصدور الألبوم ولكن بسبب الانشغال بتفاصيل أخرى لم يتم العمل على هذا الأمر بالجدية الكافية كانت هذه بداية مناقشة فكرة تنظيم كيروكي حفل خاص بها دون الاستعانة بمنظم من الخارج حتى تستطيع إخراجه بشروطها وتموحاتها وبشكل يستوعب جمهورها الضخم فقد تعبت الفرقة من فكرة الحفلات التي لا تستوعب أكثر من ثلاثة آلاف متفرج وفي أماكن ضيقة وإمكانيات ضئيلة وحسابات مكسب وخسارة إنهم يريدون أن يسطروا تاريخا جديدا يقول إن الفرق لم تعد فرقا صغيرة مستقلة لا تقارن بنجوم الساحة بل إنه يمكنهم إدارة شؤونهم وأقامت حفلات ضاهيها ضخامة بل وتتفوق عليها أيضا هذه الفكرة هي هوس تامر الأكبر منذ سنوات وهو القوة الدافعة وراءها برغبته العارمة في تنفيذها وطموحها الذي لا يعرف حدودا عند هذه النقطة من الحوار تدخن تامر واشتكى بقوة من شعوره بالتهميش في فكرة تنظيم ووضع الرؤية الخاصة بحفلات الفرقة وتحدث عن الاختلاف بين الآن والماضي منذ سنوات مضب حين كان مسؤولا عن إدارة هذه الأمور حتى تم نقلها بالكامل إلى هادي رغم أن هذا شغف شخصي بالنسبة له ويشعر أنه لم يعد له دور حقيقي سوى في الستور الذي يعمل عليه وحقق نجاحا كبيرا لقد كنت أنا من عين هادي وعلمه واستعنت بمايكل وكنت أضع معه أفكار الحفلات ورؤيتها وأنا من كنت أتابع مختلف الاتفاقات الخاصة بالفرقة وفجأة تم توزيع هذه الأدوار على هادي وباسل ولم أعد مسؤولا عن هذه الأمور والآن تريدون الاستعانة بأمينة وسليم لتنظيم الحفلات ووضع رؤيتها فماذا تبقى لي لأفعله؟ لقد أمضيت سنوات مسؤولا عن هذه الأمور ولكن يتم الآن تهميشي وحتى الموسيقى نحن نعلم أنني لم يعد لي فيها الدور الذي كان موجودا سابقا أنا أريد أن أتولى مسؤولية هذه الأمور مرة أخرى لابد أن نقوم بإعادة توزيع الأدوار مرة أخرى أنا محبط إحباطا شديدا أخطاء مثل تسريب الأغنية أو تصويرها السيء أو عدم الانتهاء من عديد من الأشياء في مواعيدها يجب أن لا تتكرر مرة أخرى يجب أن تكون هناك ownership من داخل الفرقة شخص يتولى متابعة هذه الأفراد والتأكد من أنهم يحققون ما نريده ومحاسبتهم على التقصير والتأخير لن نستطيع أن نقوم بعمل حفلات بشكل محترف كما نريد دون أن يتولى أحد المسؤولية اتركوني لأفعل ذلك كذلك ناقش أمير القلق الذي يثاوره من الناحية المادية والعملية والاعتراضات التي جعلته يبتعد خلال الفترة الماضية كان يتحدث لأول مرة بوضوح منذ رمضان لقد تعدت من فكرة المحايلة على الجميع كي يعملوا ويسهموا بشكل فعال في الأغاني لا يوجد سوى أنا وشريف من نقوم بالانتحار في كل آلبوم الكل منكم منشغل بأمور أخرى سواء الأمور الشخصية أو مغامرات فنية جانبية وبالتالي فإن دوري في الفترة القادمة سينحصر في كتابة الأغاني سيضع هواري أو شريف رؤية الآلبوم سيشرح لي تصورهما ثم أقوم بكتابة أغاني تتفق مع هذه الرؤية فيما غير ذلك فسأقوم بعمل مشاريع الخاصة أنا الآخر هل يجب أن أضيع عمري في الجري وراءكم؟ الكل يفكر في نفسه فقط أي أحد في مكاني كان سيستغل الفرص التي تأتيه أضعافا مضاعفة أنتم تعرفون كم من فرصة وعرض رفضت من أجل الفرقة ولكني نفسيا لا أستطيع أن أتحمل الضغوط المستمرة بهذا الشكل طوال الوقت في يوم من الأيام قد لا نغني أو يتوقف إبداعنا أو يحدث أي شيء فأجد نفسي وحدي دون أي سند وأنا لا أحاسب أي أحد على ما يقوم به من مغامرات فنية وكلنا نشجع بعضنا البعض في هذه المسألة فلماذا أنا المشكلة؟ كما أننا قد اتفقنا على مسألة النسب المسددة والإعلانات عدة مرات ولكن ليس الكل يلتزم بهذا طوال الوقت ولا أريد أن أخوض المزيد من التفاصيل ولكني تعبت من الأمر برمته وهنا رد آدم دعنا نفرق بين أمرين جهد كل فرد داخل الفرقة وهي قضية يجب أن نناقشها حتى لا يشعر أحد أنه يبذل مجهودا أكثر من الآخر أو العكس والأمر الآخر هو قيام البعض بأعمال فنية أخرى خارج الفرقة هناك أمور لا تضر لأننا اتفقنا من قبل أن أي شيء فني فردي مقبول طالما أنه لا يتعارض مع مصلحة الباقين إذا عمل هواري على ألبوم أو قام تامر بالتمثيل فهذا تنوع لا يضر ولكن فكرة ظهورك في إعلانات مثلا إذا تمت بشكل فردي فإنها ستشجع المعلنين على عدم اعتبارنا كفرقة ولا يصح ذلك ولكني ملتازم بتسديد النسبة المتفق عليها هناك اتفاق أن كل فرد في الفرقة إذا قام بعمل أي شيء فردي يدر عليه دخلا فإنه يدفع منه نسبة إلى الفرقة ولم أقل لك أن نقوم بتغيير هذه القاعدة ولكن ليس من حق أحد منعي عن قبول أي عروض تأتيني لا هذه النسبة في الجزئيات البسيطة مثل حفل صول أو تمثيل أحدنا في فيلم أو وضع موسيقى لإعلان ولكن الظهور بنفسك في إعلان أو عمل أغنية فردية أمر غير مقبول عاد أمير ليرد مرة أخرى على هذه الجزئية بأن كل منهما يؤدي إلى الآخر والمحصلة في النهاية هي استمرار الضغط والجهد المبتولين من قبل شريف وأمير وشعوره بالظلم من فكرة تقييده هو بالذات وتأثير ذلك عليه من الناحية المادية بعد قليل من الصمت المتوتر دون الوصول للنتيجة تحدث هواري عن عدم رضاه هو الآخر عن نظام التقييم السنوي والذي يتم بموجبه تقييم مجهود كل فرد من الأعضاء الخمسة ومدى إسهامهم في الفرقة طوال العام وبناء عليه يتحدد نسبته التي سيتلقاها من توزيع حصص الأرباح نهاية العام فهو الآخر يشعر أنه مظلوم المشكلة هنا أنهم هم من يقيمون أنفسهم وبعضهم البعض لذا فحساسية الأمور تتضاعف في هذه النقطة بالذات خاصة مع محاولة كل فرد منهم خلق المزيد من المساحات لنفسه داخل الفرقة أربعة من الخمسة كانت لديهم شكاوى ضخمة في هذا الاجتماع توتر الجو وارتفعت حدة النقاش لبعض الوقت ظل آدم بهدوئه وحكمته يدفع الحوار بصبر شديد نحو الحل كانت لديه قدرة على الجدال الطويل ولكن في الوقت نفسه قادر على امتصاص توتر من يحدثه ووضع الأمور في نصابها الصحيح كذلك نجح في أن يوضح أن يضع نفسه مكان كل واحد منهم ويرى الأمور بمنظوره ورويدا رويدا خفتت الحدة وبدأ بعض الاتمئنان في الظهور بعد التصويت وعديد من النقاشات التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات ونصف تم الاتفاق على إعادة توزيع الأدوار من جديد وبشكل واضح يقلل من التداخل بينها قدر الإمكان على أن يتم وضع معايير جديدة وواضحة للتقييم السنوي يتفق عليها الجميع ولا تخضع لوجهات النظر الشخصية اتفقوا على عودة الرؤية الفنية والتخطيط لأمير والصوت والجودة لشريف المالية والقانونية مع آدم بطبيعة الحال بينما يتولى هوار العلاقات الدولية والمحلية من تعاقدات حفلات وغيره إلى جانب إدماجه بشكل أساسي في الرؤية الفنية مع أمير وشريف بينما يتولى تامر متابعة الإدارات الأطراف الخارجية والداخلية الأخرى ويصاحب ذلك تقليل أدوار ونسب الأطراف الخارجية التي لم تثبت جدرتها في تجربة نقطة بيضة والتي حصلت على أكثر مما تستحق من وجهة نظرهم بحلول نهاية الاجتماع تم تحديد موعد أول حفل بعد نزول الألبوم في الثاني عشر من أغسطس بمكتبة الإسكندرية تعقبه حفلتان في الساقية أما مشكلة الإعلانات الفردية وشعور أمير بعدم الأمان فقد استمرت لبعض الوقت حين كنت مسافرا للغردقة لمدة طويلة لكتابة المسودة الأولى من الكتاب في سبتمبر اتصل بي آدم وأخبرني أنه قد وجد الحل المناسب لتسكين هواجس أمير عهد بيننا نحن الخمسة بأن أي شخص يصاب بأي مكروه أو تقصير مدي لأي سبب يتكفل الأربعة الباقون به وبأهله بمعنى آخر وكأن كل ممتلكاتهم مشاع بين بعضهم البعض وسيتم التكفل بكل شيء بحيث لا يصبح القلق من هذه الناحية أمرا ينغص عليهم التعاون معا وأن يرى الجميع أن أي دخل جماعي للفرقة حتى وإن كان يتم توزيعه وفقا لحصص متفاوتة بينهم فإنه في الآخر يعد بالكامل مسخرا لكل فرد من الفرقة أخبرني آدم أن أمير اقتنع بهذه الفكرة وأن الكل أثنوا عليها وأكدوا العهد بما لا يقبل الجدال فيما بينهم وطمأنني أن هناك جوا كبيرا من السلام يشيع في المكان الآن وباتت الحماسة مرتفعة للعمل على الألبوم الجديد بكل طاقتهم أما الصراعات الفنية وأن يجد كل منهم نفسه وصوته ودوره داخل الفرقة فهي مسألة متغيرة وبات في حكم المعلوم بينهم أن تقبلها كما هي والتعامل معها هو الحل الوحيد ففي أوقات ستسير بشكل جيد وإيجابي ومرض للجميع وأوقات أخرى ستنشب الخلافات حتى مشكلات هواري وهي الأكبر من وجهة نظري فإن الأيام كانت كفيلة بأن تحلها وكان الحل الذي طرحته الأيام المقبلة غريبا وعجيبا ترجمة نانسي قنقر